خبر آخر أكد أساتذة وبحثون في التاريخ خلال ملتقى حول دور قيادة الأركان في الحفاظ على الوحدة الترابية بمدينة جنات ولاية ليزي أنه حان الوقت لأن يعترف أساسة في فرنسا بالجرائم الاستعمارية المرتكبة في الجزائر اللاسيما جرائم التعذيب والتجارب النووية بالمناطق الجنوبية للجزائر مزيد من التفاصيل في ميكروفون رافق خلف الله نحن كمنظمة قدمنا عدة مطالب حول تجريم الاستعمار وكذلك تعويض المجازر التي قامت بها فرنسا في حق الشعب الجزائري سيما في قضية التفجيرات النووية في ريجان اليوم نحن أمام جرائم ضحاياها لا زالوا يعانون قانون مورنو هذا الذي جاء به في 2010 ولحد الساعة ولم تفصل ولا في أي ملف لتعويض هؤلاء الضحايا نقول بأن الفكرة وجدت وأن الفكرة تتبلور وأن الفكرة تتطور ولكن يأتي اليوم الذي تصبح فرنسا فعلا تعترف بجرائمها اشتركوا في القناة